سؤال اللي بعد كده بيقول أنا متعلق بحد ودي كانت زوجتي وانفصلنا أعمل إيه وأتصرف إزاي مع إنها سبب مشاكل كتير في حياتي وهي اللي كانت رغبتها الانفصال خلاص الله سبحانه وتعالى يغنيك ويرزقك ويوسع عليك والله سبحانه وتعالى يعطيك عطاء واسع إنت عليك إن أنت تعمل إيه إنك تعالج قلبك وتعالج هذا التعلق بص يا سيد التعلق بييجي إزاي التعلق بييجي بإن أنت تربط حياتك بشخص أو بحاجة وتحس إن الحاجة دي إذا ما حصلتش حياتك إما تقف أو تنقص أو حياتك تنتهي والثلاث حاجات دولة مش بيد الشخص ده لا حياتك تنقص ولا حياتك هتوقف ولا حياتك هتنتهي لأجل أحد حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيكلم الصحابة بيقولهم إن الخصوف والكسوف والشمس والقمر آيتان لله لا الشمس والقمر آيتان لله لا يخصفاني لموتي أحد فإيه اللي حصل؟ ما تعملوش تعلقات في حياتكم ما لهاش واقع التعلقات اللي بنعملها في حياتنا دي هي اللي بتخلي الناس تتوجع وتتقلم وتتأذي حياتك ماشي على فكرة وإنت واقف عند لحظة الانفصال فحياتك مش ملكي أحد لأنها ملكي الأحد سبحانه وتعالى لا هي ملكها ولا أنت بقيت أسرها ولا هي بقيت سيدتك ولا أنت مش عارف تعيش من غيرها كل دي أكاذيب لازم تقول لنفسك إن كل ده أكاذيب الحقيقة الواحدة إن الله يمدك بالحياة وإن حياتك دي ملكي لله فمش من حقك إن أنت تضيع سنوات عمرك في لا شيء والتعلق بلا شيء أنت بتقول إنها انفصلت عنك وربما تكون متزوجة كمان وأنت دلوقتي متعلق بيها وهي متزوجة أو متعلق بيها وهي مش عايزاك فلن يصيبك هذا إلا بالوجع والألم والإحباط والكآبة وكل إدخال مثل هذه الألام على النفس حرام بالعكس أنت في وضع يدخلك في النهي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للمرء أن يذل نفسه قال وكيف يذل المرء نفسه يا رسول الله قال أن يحمل نفسه ما لا يطيق أخرج وتعود أن تغير برنامج حياتك وتبحث عن أشياء جديدة كل ده يأخذ وقته ويتغير إن شاء الله ربنا يجمع عليك الخير من أطراف ترجمة نانسي قنقر